في مستهل بطولة آسيا، يتقابل الشقيقين، المنتخب السعودي مع المنتخب العماني، فمن تتوقع أن يفوز، اكتب رأيك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك والإعجاب بالقناة أما على الصعيد الأفريقي، يتقابل نسور قرطاج الفريق التونسي مع فريق ناميبيا، مع تمنياتنا للفريق التونسي بالفوز ثم نختتم اليوم من مباريات الدول العربية في جميع البطولات، مع موريتانيا الذي يواجه فريق بوركينا فاسو القوي، مع تمنياتنا بالفوز للفريق الموريتاني